دقائق من الأمطار قد تغرق العديد من أحياء وطرقات أنفاق البلاد في السيناريو يتكرر سنوياً مع كل تهاطل للأمطار مخلفة أضرار بالعديد من المرافق العمومية تتداولها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي نعم جد تغرق Smart كسر الحصول على العديد من المعركات المترجمات وقمت بحلالة في المدينة لن تغيير كمساً على الأمع منذ التحليم أو حكومة التحليمات المترجمات وما تعالى المقرد من المساعدة كمساً وفراءات التحليمات الآن كلها تغييرا ورثة نفس المعركة حسب الخبراء الأمطار الموسمية تكشف العيوب التقنية في قنوات تصريف المياه ما يدفع للتساؤل في كل مرة عن وضعية البنى التحتية ومدى مقاومتها للمخاطر المحتملة صح نهار وقعت 70 مم تخلي الماء لكن السؤال المطروح هل 70 مم هي اللي خلت تخلي الماء ولا شارك فيها ضعف البنى التحتية وهذه قلناها ونذكرها بحكم التجربة اللي عندنا سواء في العاصمة ولا في الولايات أخرى اللي تكلمنا عن الجزائر ككل عندنا مشكل بنا تحتية وهندسة تصريف المياه وبالتالي يجب أن نفهم أمر أن تصريف المياه ليس لمنع ارتفاع من سوب المياه وإنما للتقليل من ارتفاع من سوب المياه إلى جانب الخسائر المادية يتم تسجيل خسائر في الأرواح جراء نقص التوعية بالسلوكات الصحيحة وقت وقوع مثل هذه الكوارث وكيفية تفاتيها بداية من كيفية متابعة النشارات الجوية الخاصة وكيفية تحليلها إلى غاية انتهاء هذا الترب الجوي الإنسان لم يرى ارتفاع من سوب المياه مباشرة يخرج من السيارة غدا السيارة وإذا بلا مكان آمن تصريفة أخرى يقوم بها المواطن كذلك سواء على مستوى بيته أو خارج بيته في كيفية المحافظة على تهيئة العامة من نظافة وعدم ترك مخلفات المواد البناء أو النفايات التي فيما بعد هي تكون سبب الرئيسي في انسداد البلوعات ضعف البنى التحتية وشبكات صرف صحي غير مؤهلة موطيات توحي بأن تسريع بوضع مخطط وطن فعال لحماية المدن من الفيضانات يبقى مطلبا ملحا ترجمة نانسي قنقر